دعت وزارة الإعلام اليوم جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة الخاضعة لقواني تنظيم الإعلام بشقيه المطبوع والمرئي الالتزام بالقانون مؤكدا أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون انسجاما مع دورها وصلاحياتها ومسؤولياتها وذكرت الوزارة في بيان صحفين اليوم أن قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 يحذر نشر إهانة أو تحكير رجال القضاء أو أعضاء نيابة العامة أو يعد مساسا لنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكمة والجهات التحقيقة في سريته وضافت وزارة الإعلام أن القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع يحذر بث كل ما من شأنه إهانة أو تحكير رجال القضاء أو أعضاء نيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته كما طالبت الوزارة في هذا الصدد جميع وسائل الإعلام الالتزام بقانون مؤكدا أنها لن تتوانى عن تطبيقه تجاه أي مخالفة ترتكب في هذا الشأن انسجابا مع دورها وصلاحياتها ومسؤولياتها القانونية